وأنا من هنا مرة أخرى نوجه حديث الجزائريين خاصة لمقيمين في الخارج خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وعموما في أوروبا يعني لماذا لا يقوم مجموعة من الجزائريين يأسوا منظمة خيرية للبحث عن الحراقة ومساعدة الحراقة خاصة أن هؤلاء وهذه يمكن يكون فيها مغاربة وتوانسة أيضا لأن أيضا مغاربة وتوانسة ومصريين يمكن يكونوا فيها يعني على الأقل من شمال إفريقيا ويكون فيها عمل لمساعدة الحراقة عندما يصلون مساعدتهم بالوثائق مساعدتهم بمراكز اللجوء مساعدتهم بأشياء كثيرة جدا وأيضا عندما تحدث مآسي على الأقل تكون عندهم معلومات ويكونوا يعرفوا هذه الأشياء لحد الآن اللي رخاين بهذا الموضوع هو واحد إسباني وممكن يساعدوا واحد والاثنين معاه فمن بابي أولى ورهم الجزائريين والمغاربة وتوانسة والمصريين رهم بالملايين في أوروبا يعني فهذا أقل شيء وهذا خلاصة اللي خاف من السياسة أو من المقاومة أو من الحراك بعيد هذا عمل إنساني بحث يعني بشي ساعدوا الأسر اللي رهم يبكون دما على أبنائهم تخيلوا الأم اللي شافت بنها يكبر أمامها 18-20-22-24 سنة ثم ما في لحظة معينة يقول لها خلاص ما نقدرش نعيش هنا ومرات أطفال عمرهم 17-18 سنة يقولوا خلاص ما نقدرش نعيش في هذا الجحيم رانا نشوفوا في خوتنا أكبر منا رانا نشوفوا في خوتاتنا رانا نشوف في البلاد وراه يريح ومن بعد ما يسلكوش من بعد يغرقوا أو يتيهون أو يسجنون تخيلوا حالة الأم والأب كيف يكون يعني حالة الأسرة عموما لتفقد شبابها وأبنائها كيف يكون طبعا هذه العصابات لا يهمها إلى درجة أن أخبار مثل هذه خمسين شخص ربما غرقوا كلهم وماتوا كلهم ما تجدهاش في تلفزيوناتهم ولا جرائدهم ولا أي شيء وكأن هؤلاء الذين يموتون بهذه الطريقة وكأنهم ذباب وكأنهم غنم وكأنهم والله لو كان جو خنازير في بلدان أخرى لو كانت حدثوا عليهم لكن آهم بشر لديهم أمهات ولديهم أبا وكالي عندهم زوجات وكالي عندهم أطفال والعصابات المتسببة أساسا في هروبهم تزيد تنتقم منهم وأحيانا عندما يرجعوا لبعض منهم أو يسلك بعض منهم يدخلهم للسجون أو للعقوبات أو للتهديدات والغارمات كأنهم مش هؤلاء يعرفون أن هؤلاء يهربون من هذا العملاق المقيد بسبب هذه العصابات الإجرامية بسبب المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية